مرحبا شو الأخبار معكم سوها واليوم سنكمل في سلسلة التعلم كواعد اللغة الكورية وبدأنا في يونت 3 اللي هي البارتكيلز اللي هي يعني الإضافات أو يعني الجزيئات اللي حكولها في اللغة الكورية نضاف للإسم خصوص من الإسم الفيديو اللي فات حكينا عن البارتكيل A اللي هي بتلع مكان أو وقت أو زمان طيب في بارتكيلز اللي هي اي سو اي سو خلنا نشوف الأمثلة ونشوف إيش معناها أو وظيفتها حسب موقع حيب أول مثال بحكي لنا حكي كايو حكي اي سو كنفرر هيو فلو استعمل الاي والاي سو حكي اي كايو أنا يعني أذهب إلى المدرسة حكي اي سو كنفرر هيو أنا أدرس في المدرسة بالعربي الثنتين في في معناهين بس في الواقع الكوريه يختلف يعني إنت ذائب للمكان أنت ذاهم أو إذا أنت تفعل شي يعني الفعل حدوث الفعل في مكان نستخدم اي سو خلنا نشوف لمثال الثاني ك ك ك ك ك ك ك اي كا سو يوم وار البا سأيو ك ك ك ك ك ك أقbau اي سو يوم وار البا سايو أنا ذهبت إلى المسرح يعني أو السينما ك 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 ي سو يوم وار البا سايو شاهدتم الفيلم، شرمتم حدوث الفعل، فمستخدم الصرحد ش分 الانتساب ه recognized that it was a candidate شام� ا bhub확ش Erika글이고 فقط انا سأذهب الى المطعم سوف اكل في المطعم شرمكم، انا ذاهب المطعم، هاي مكان سوف اكل في المطعم으면서 نستخدم الصرحد طيب بحكيه لأن الصرحد تضاف في نهاية الاسم لتعبر على المكان حدوث الفعل معناها في اللغة الإنجليزية مثلاً هل حكينا الوكيشن ناون يعني الأسماء التي تدل على موقع أو مكان مع الآيسة بيكواجومي سا شوپين هيا يعني أنا عمل شوپين في المال دوسوكواني سا كنبو هيا أدرس في المكتبة أتاكوكي سا بيونجر البوني يعني أنا أكتب أرسل رسالة في الأتاكوكي البريد كوبي شو بيسا كوبي شو بيسا أنا أشرب الكهوة في الكوبي شو بيسا هل سيكلوب هل سيكلوب هل سيكلوب يعني الجيم أنا أتدرب في الجيم شو تكيز تدام إيسو 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 طيب خينا نشوف المحادث اللاطنية هل جمل أين تسكن أين أنت تعيش سوري سو ساريو أسكن في سور سوري سو ساريو أجي موهسا يعني البارحة ماذا فعلت البارحة ميونجون 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 وسوف أدرس في الدوسوكوان دوسوكوان يعني ما كتب ما بحكي دوسوكواني سيحدث فعل بعدها نستعمل إيسو حكينا ملاحظة في الشابتر لما نستخدمها قبل فعل سلدة ما يعني سلدة؟ هي يسكن أو يعيش الثاني تستخدم اله أو إيسو إثنين تستخدموها في هذه الحالة مثلا سوري سارا يوم هنكوكي سارا يوم بس إذا الفعل سلدة إذا الفعل سلدة مع الإسم تستخدم اي أو اس وأنا قبل قلت لكم اس و لا تستخدم اثنين لدينا شوية اختلاف اختلاف صغير في المعنى مثلا بحكي لنا شونن سوري سارا يوم معناها بحكي بس شونن سوري سارا يوم امفيسائز بحكي لما تحكي شونن سوري سارا يوم معناها انك تسكن في سور بس بتحكي شونن سوري سارا يوم يعني بتإمفيسائز يعني بتأكد انك بتعيش هناك نفس المعنى طيب في الكتاب حاطت زي تابل تابل انه يش الفرق بين آي والآي سارا يعني هو بحكي نفس المعنى ان آي هي تدل على مكان أو شخص في مكان معين يعني بتحرك في هذ المكان مكتوب انه مثلا بيدل على مكان اوجود مثلا شيتشونن سورة السارا شيتشونن سورة موجود في سورة سيتي هول اللي هي موجود سيتي هول المدينة موجود في سورة لكن مثلا فأقول ايسه أقول ايسه فأنتم مخاطب الان لا تقول ايسه بعد ايسه دائما يجب فعل جي بي اي كوني اب سوي يعني لا في ببيت عن مكيف جي بي اي كوني اب سوي غلط جي بي مثلا وجود شيء في مكيف فان اتخبر جي بي اي كوني اب سوي لكن ليس بشكل معدر ايئوني لهم غلط أيئوني لا يستخدمها لنفعل أو مثلا أتبع جواني شخصان مؤمنية غلط لم يمكن أن أتبع جواني شخصان مؤمنية أتبع جواني إيئوني في أجل الفاعل يستخدم أنه أو إرادة لها في عندي أو أخبر جواني أريد لها في عندي هي الصحيح إذا كنت تخبر المادرسة أيضا انا درست اللغة الكورية مثلا في المدرسة لا تتحدث عن مكان أو حدوث فعل في هذا المكان فالأي يتدل على مكان أو حدوث شيء لكن الأي يتدل على حدوث فعل في هذا المكان وعلا تتجي بعض الأفعال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر و هيك ترسنا باختصار الأي سو اللي هي تشبه الأي بحثنا كثير فيه يخربطوا بين الأي سو والأي باختصار سيما كنت لكم الأي سو يبدل على حدوث فعل و الأي هي أزيد عن إطاق المكان واللوكيشن والإتجاح و أتمنى أعجبكم فيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وشير وكتبوه في التعليقات اكتبوا لي مثلا مثال جملي تستخدم فيها الأي سو و أشوفكم في فيديو الثاني باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة